جائزة المركز الأول في مجال مكافحة الإتجار بالبشر في العالم تمنحها وزارة الخارجية الأمريكية لوزارة الداخلية العراقية إن جائز يأتي نظير ما قال بلينكين إنها جهود بطولية أثبت بها العراق دوره في محاربة الجريمة الخطيرة نجح العراق بعد سنوات عديدة من العمل الشجاع في مكافحة الإتجار بالبشر عبر زيادة التعرف على ضحايا الجريمة والتحسن المستمر للدعم والخدمات المقدمة للضحايا من بين 188 دولة إذن وتقديرا لتلك الجهود الاستثنائية يحصد العراق تلك الجائزة على الرغم من ظروف مرة ويمر بها أهمها الأمنية والصحية التي أصفت بها كورونا فيما مضى الجائزة ضربت أصداء واسع من عيار تثمين السفارة الأمريكية لدى بغداد ألينا رومانوسكي دور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وكوادر الوزارة الفاعل وكانت مدرية مكافحة الإتجار بالبشر كشفت أرقاما مهمة عن نشاط مكافحة الإتجار بالبشر في العراق خلال عام 2023 أعلنت فيها القبض على 1866 معتقلا منهم 636 متهما بالإتجار بالبشر حيث أشار التقرير إلى أن عدد المحكومين به بلغ 252 محكوما أما ضحايا الإتجار بالبشر بلغ 204 أشخاص والمتهمين بالاستغلال الجنسي بلغ 202 التكريم الخامس للعراق للجائزة التي بدأت واشنطن بمنحها منذ 20 عاما يؤكد بحسب خبراء دور الجهاز الأمني العراقي في تحقيق إنجاز وطني لتعزيز الأمن والأمان في البلاد والمنطقة ترجمة نانسي قنقر